خبر صار لكل المصريين استنوا انخفاض 10 جنيه في كيلو البصل اللي جنن الناس ودلوقتي كمان بابة اكتر من 30 جنيه في بعض الاماكن مش بقولك اجلى من المنجة بس يا تارى ايه السبب في رفع الاسعار كده وهتنزل تاني امتى وهل انغلط عند الفلاحين والتجار التفاصيل كتير ومهمة جدا ان انت تعرفها علشان كده لازم تتابع الفيديو ده للاخر علشان تعرف مني كل التفاصيل البصل اللي كان موجود في كل حتة دلوقتي محدش قادر يشتريه ده الكلام اللي بيردده البعض بسبب الاسعار العالية للبصل السنادي واللي وصل سعره كمان ل30 جنيه للمستهلك في احدى استصرحاته محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة قال ان ارتفاع سعر البصل سببه تراجع المساحات المزروعة من البصل يعني من الاكر حجم المحصول في السوق اقل من السنة اللي فاتت طيب ازاي سعر البصل هينزل فهيم توقع ان سعر البصل هيرخص مع انتاج البصل الخاص ببعض محافظات الصعيد وده هيكون فيه نوفمبر وديسمبر اللي جاي ومن المتوقع انخفاض البصل ما بين 18 جنيه للكيلو الواحد طيب ايه السبب اصلا في ارتفاع اسعار البصل وهل الغلط على المزارعين مستشار وزير الزراعة خلال مدكلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة اللي بيتزاع على قناة المحور قال ان البصل السنة اللي فاتت كان ب90 قرش ده يخليك تسأل ازاي في سنة واحدة سعر البصل يطلع من جنيه تقريبا ل30 جنيه بص يا سي استمن اللي فاتت البصل كان مجرأ السوق والمعروض زاد جدا لدرجة ان الفلاحين اضطروا يبيعوا المحصول بقل من تمام تكلفته ده طبعا عرضهم لخسائر كبيرة جدا علشان كده الفلاحين السنة دي قالوا مش هنقع في نفس الفخ كان القرار ان هما يزرعوا اصناف تانية ولما ده حصل في اكتر من مكان محصول البصل في مصر السنة دي قل بدرجة كبيرة جدا وطبعا نتيجة ده المعروض منه قال وده اللي خلى سعر البصل يوصل ل30 جنيه للكيلو واكتر كمان في بعض المناطق خصوصا مع زيادة تصديره للخارج وحسب كمان احمد موسى قال ان هو خارج مصر اسعار البصل مرتفعة جدا بناء على كده مصر قامت بزيادة الصدرات من البصل لتوفير الدولار وهنا محمد عبدالسطار نقيب المزارعين اكد ان المزارعين تعرضوا لخسار كبيرة فعلا السنة لفاتت وده اللي خلاهم يزرعوا مساحات اقل السنة دي بس مجدد سبب الوحيد ترتفاع الاسعار خصوصا انه حصلت موجة الحر الشديدة واللي تسببت كمان في اتلاف اعداد كبيرة جدا من البصل خاصة ان محاصيل البصل ما بيتم اشتخزينها في تلاجات ولكن بيتم تخزين المحصول في مخازن جير مبردة بس الجريبة ان نقيب المزارعين قال ان مفيش ازمة بسبب تصدير البصل والكلام المنتشر ده جير صحيح خصوصا ان طبيع الدولة لا يمكن انها تصدر اي سلعة دولة محتاجاها ده جير كمان ان هو وضح معلومة غاية في الاهمية وقال ان التصدير له مزارع خاصة وده ما بيأسرش طبعا على المحصول الخاص بالاسواء المحلية طيب يا ترى ايه الحل المناسب للفلاح علشان ما يتعرضش للخسارة مرة تانية قال محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة ان البصل ما دخلش من ضمن الزراعات التعقودية ده يقصد بيه ان الحكومة بتتفق مع الفلاح قبل ما يبدأ يزرع تحدد له سعر طن البصل هيبقى بكام وده هيبقى مناسب للفلاح لما يعرف سعر الطن هيبقى بكام طبعا وساعتها يشوف مناسب ليه ولا لا فاكيد مش هيخسر وهيزرع وهو متطمن قال كمان ان لما البصل يدخل في الزراعات التعقودية ده هيعمل توازن في السوق ومش هيسبب كمان اي خسارة للفلاح مرة تانية انت بقى قولنا البصل عندك بكام ما تنساش رأيك في التعليقات